اشتركوا في القناة حتى يصلكم الجديد ان شاء الله تعالى اخوتي في الله اليوم موضوعي جد مهم وجد خطير في نفس الوقت يعني في الاوين الاخيرة اخوتي واجهت مشكلة وهي موت العصفير بدون اي سبب يعني ليست هناك اعراض في البطن ولا اعراض اخرى في البراز يعني لون البطن عادي ولون البراز عادي ولكن الطائر يصيبه تسيف او تسيف قوي يعني عظمة الصدر تكون بارزة جدا وبالتالي يموت علما ان الطائر يأكل عادي وليس هناك اعراض يعني لا يوجد اسهى لا يوجد بطن احمر لا يوجد عرق اصود او ازرق لا يوجد يعني اعراض الكبد الطائر عادي جدا فيموت فصراحة اخوتي مات لأكثر بكل صراحة مات لأكثر من سبع ملايين تعصافير فتعجبت قلت يعني ما السبب يعني منذ قرابة الشهر ونصف وانا يعني ابحث ويعني اعمل تحقيقات الى اخره حتى اعرف السبب يعني الطائر يموت هكذا وبكل صراحة لم ينفع اي مضاد حيوي والله يا اخوتي لم ينفع اي مضاد حيوي يعني ورح نقولهاكم الان وليس اشهار والله العظيم ليس اشهار فقد دواء بيترو او كارديلو هو الذي انقذ البقية فالحمد لله الذي جعله سببا لانقاذ بقية الطيور الحمد لله فاخوتي فتحت يعني تحقيقات ووضعت يعني منشور على الفيسبوك ايضا قلت له فيه يعني ليس هناك اي اعراض فيعني قلت لهم من يعاني بمثل ما عانيت منه يجب ان نعرف يعني السبب يعني نعرف المصدر فيعني الحمد لله وجدت ناس كثيرة عانت مثلي تماما فتواصلت مع كل واحد فيهم تواصلت يعني تستطيعون رؤية المنشور على مجموعة يعني الفيسبوك تربيد حسونه الكناري بشكل احترافي يعني تواصلت مع كل واحد عانى من نفس المرض فكان يعني الشيء الوحيد المشترك بين كل هؤلاء كان هو نوعية البذور يعني انا كنت اعطي البذور نوعية كامي لطيوري وكل كل من اصابهم هذا المرض وفقدوا طيورهم يعطون بذور نوعية الكامي اذا اخوتي انا وش نقولكم اخوتي يعني انا كان عندي شك يعني ستين لسبعين بالمئة ان المصدر هو البذور لان اخوتي يعني انا يعني استعمل كامي منذ اكثر من من خمس الى ست سنوات يعني فيما مضى صراحة كانت الكامي تأتي جيدا جدا كانت تأتي جيدا جدا يعني البذرة لما تراها البذرة باتمع الكلمة اما الان رأى تأتي اخوتي بكل صراحة يعني فيما مضى وضعت لكم فيديو شاكرت الكامي تقول كامي اخوتي مليح ولكن الان يجب ان يعني اقول الحقيقة اقول الحقيقة لان النوعية الكامي تغيرت رأى تأتي مليئة بالبذور مليئة بالغبار عفوا البذور يابسة يعني نوعيتها قلت بشكل ملحوظ ملحوظ جدا واخوتي انا يعني حسب تحقيقي تسعين بالمئة السبب هو بذور الكامي للأسف يعني نحن نقول للمصيب اصبت والمخطئ اخطأت ما نوضعه اشار حتى الواحد اللي اخطأ نقوله اخطأت وانا نقطو الطيور التانا اخوتي اشي قولكم انا سارجع ان شاء الله مثل ما كنت قديما يعني لاني اخوتي يعني عندي تجربة في ميدال البذور هذا يعني دراستي كنت اذهب من هنا وهناك وارى ساقول لكم ان شاء الله ممكن يكون هذا السبب وممكن لا يعني هناك اخوتي نحن خاصة الجزائر نستورد البذور مثل ما تعرفون وهناك اتفاقيات بين البلدين يعني الجزائر والبلد الذي يبعت لنا يعني في الاتفاقية او الكونترا هذه يقولون اذا وجدت يعني حبة حبة او حبتين من حشرة تسمى يعني بالفرنسية اذا وجدنا حشرة واحدة نرد اليكم هذا المنتوج لن نقبلها لان هذا اخوتي هذه السوسة او الحشرة التي تسمى لشارونسون دوبلي صعبة جدا اذا اصابت المحصول اخلاص لانها تتكاثر بسرعة وتقضي على البذرة لهذا اخوتي نحن ماذا نفعل حتى اذا وجدنا في يعني البواخر هذاك يعني لنافير الذي يأتوننا يعني معمرة او بالبذور حتى اذا وضعنا يعني وجدنا هذه الحشرة لا نقوم بارضاد المنتوج لاننا نحتاجه لاننا الله غالب ليس لدينا يعني حتى نحقق اكتفاء ذاتي فنقوم بطبيعة الحال يعني يعني لما يكون في البواخر نغلق عليه ونضربه بغاز هذا غاز سام يقتل هذه الحشرة يعني يعني ايضا نستعمل لزان ساكتيسيد عفوا او لزان ساكتيسيد عفوا فنقوم بقتل هذه الحشرة يعني اما نستعمل غاز او نستعمل منتوجات اخرى تقضي على هذه الحشرة لهذا اخوتي انا اظن ان السبب من هذه يعني ما زال يوجد لطراس هذه المبيدات يعني في البودور ممكن الله اعلم ممكن راح تخطل الطيور تانا لهذا اخوتي نوصيكم انا ساستعمل ساستعمل سارجع متل ما كنت قديما يعني هذا راح من هنا وصاعدا نرجع متل ما كنت في القدم نشري من هنا وهناك ونخلط يعني اقوم بصنع هذا اخوتي هذا واحد كيلو من بدرة البراقة واحد كيلو ساقول لكم في واحد كيلو جرام حال توضع من بدور الاخرى يعني واحد كيلو جرام من البراقة اخوتي نضع فيها اه اخوتي كلكم تعرفون بذور النيجر النيجر مائة جرام نضع في واحد كيلو جرام من البراقة مائة جرام نيجر وايضا هذه تعرفونها زريعة الكتان ايضا مائة وخمسين جرام من زريعة الكتان في واحد جرام براقة وايضا عندنا الشية الشية مثلا فقط مائة جرام مائة جرام او سبعين جرام يعني الشية اخوتي اذا الطائرة تعكم لا يأكلها مع هذه نطرقها على جنب ولكن انا افضل ان امزج امزجهم جميعا وايضا عندنا زريعة الشوك اخوتي ايضا زريعة براقة نزيد لها مائة جرام من زريعة النيجر وايضا نزيد لها مائة وخمسين جرام من زريعة الكتان وايضا نزيد لها خمسين جرام تقريبا من زريعة الشوك وايضا نزيد لها يعني خمسين جرام من الشية وهذه يعني خلطة ممتازة جدا ممتازة بأتم معنى الكريمة نشيوها نحن نصفيها من الغبار ونقدمها للطيور. اظن يعني وصفة جد جد رائعة ان شاء الله. يعني هذا الكامي لم اعد فقدت ثقتي فيها. بكل صراحة. خلاص. يعني خمس سنوات او ست سنوات من الاستعمال. اه ساقول يعني حان الوقت اقول وداعا كامي لم تعود تعجبنا نوعيتك. يعني هذه بكل صراحة اخوتي. المهم اخوتي اذا مثلا عندكم الطائرة بتاعكم يختار البذور. يختار البذور يعني اه اذا خلطتها كذا ممكن يأكل بذرة ولا يأكل بذرة اخرى مثلا مثل الكتان. ففي هذه الحالة نخرط فقط البودو التي يأكلها. ومرة في الاسبوع نعطيه بالقوضي. بالقوضي هذا القوضي او القوضي كل واحد مثل ما عيط له. نعطيه بالقوضي نعطيه مرة في السيمن اه او او مرتين في الاسبوع. نعطيه مثلا زرعة الكتان او زرعة او البر اه او الشي عفوا. وهكذا. يعني كل واحد يعرف الطيور بتاعه. ولكن انا انصحكم اخوتي لما تأتون بفراخ جديدة صيد جديد من الحسون. يا اخوتي علموهم يأكلون كل شيء. كل شيء علموهم عودوهم يأكلوا كل شيء حتى لما ناعد تحوم تزيد ولن تواجه مشاكل في المستقبل. لان اذا مرض وما بقاش يأكل لك البودور راها مشكلة كبيرة جدا. ولكن لما يكون معتاد على اكل كل البودور هنا سيعيش لك ان شاء الله ويكون في صحة جيدة وصحة ممتازة. ان شاء الله اخوتي اكون وصلت لكم الرسالة. والله شاهد علي انني يعني ثاقة للا لا لتشهير ولا اي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر